أهلا بحضراتكم من جديد يمكن الكل بيكلم عن المطارية وعزومة المطارية الأيقونية السفرة اللي شفناها مليانة محبة قبل ما تبقى مليانة أكل والناس اللي بتوزع ابتسامات وسعادة قبل ما توزع على بعض أكل كل بيغدم الكل فيش فرق بين أي حد المصريين، الناس البسيطة، الناس الطيبة اللي رغم أي ظروف اقتصادية وأي ظروف بنعدي بيها إلا أنهم قادرين يصنعوا البهجة الحقيقة أنه العالم كله بيتكلم على المصريين وعلى المطارية وأنه إزاي رمضان في مصر حاجة تاني أيوة رمضان في مصر حاجة تاني لما نشوف الصور دي مبارح كلنا إيه حالة السعادة الرهيبة دي ما شاء الله يعني ربنا دايما يملأ شوارعنا كلها فرحة وبهجة والستات وهي وقفة في البلكونات بتاعت البيوت بتتصور والبنات الناس سعيدة من قلبها ما شاء الله لما تعيلة زي ما بيقولوا ده ده مش مش شارع واحد دي يعني بيوت كلها نزلة تحتفل ويعني تفطر مع بعض ويمكن حتى شفت حتى مبارح صور لناس كانت موجودة قبل كده معاهم في الفطار لأنه الفطار دي مش أول سنة الفطار دي تاسع سنة لكن السنة دي زي ما حضراتكم شايفين واخد زخم كبير جدا 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 إنساني وإعلامي سين أن بتتكلم عنه كل المواقع العربية بتتكلم عنه آه يعني الحقيقة إنه بلدنا غير طبعنا غير وتقاليدنا غير وعداتنا غير إحنا رغم أي ظروف صعبة قادرين إن إحنا نعيش ونفرح وننبسط وفرح كل الناس اللي حوالينا صور الأطفال وبتسامات الأطفال حاجة تفرح القلب الحقيقة إنه نشوف إنه لمة الناس على الفطار زي ما كنت بقول لحضراتكم حاجة تشرح القلب فدي صورة اللي نزلت في الـ CNN والحقيقة إنه كل الناس مبارح كانت متدولة للصور دي بشكل كبير بعنوان أطول مائدة إفطار في مصر أجواء رمضانية فريدة بأحد أحياء القاهرة الأكثر شعبية الحقيقة إنه لما نقول الصور دي موجودة في مصر بس آه الحاجات دي موجودة في مصر بس لما حد فينا بيسافر بيبقى عايزة يرجع لأنه ما نعرفش نعيش غير هنا بالناس دي ومع الناس دي لأنه هي دي طبعنا وهي دي حياتنا وطول الوقت البساطة دي وحالة المشاركة في كل حاجة هي اللي بتفرق معنا الناس اللي طول الوقت بيقفوك عشان يدوك بلح ويدوك لبن وانت معدي بالعربية لو وقت الفطار لو هتفتروا منك مسيحي برضو هتاخد البلح وهتاخد اللبن وحتفتر معنا حانو هي دي الروح اللي دايماً إحنا عايشين بيها وما فيش أي حاجة الحمد لله لا بتفرق معاها ولا بتغير واللي حاصل في المطارية الستات بتطبخ في البيوت وبيعملوا هذه المائدة وبيفتروا مع بعض التجار والكل من له شأن في المنطقة بيساعد الشباب بتقف وترتب مؤسسة شغالة يعني اللي بيحصل ده واللي احنا شايفينه ده والبالونية تريطايرة من كل حتة هم قصدين يصدروا لنا السعادة والبهجة دي الحقيقة أنه هم يمكن ما كانوش متخيلين أنه داي يفرق معنا بالشكل ده كلنا كشعب لكن الصور الحقيقة هيلة صور وصلت لنا المشاعر بشكل كبير جداً 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 كل المشاركين في الإفطار السنة دي شكراً لكم جميعاً دايماً أنتم صناع البهجة لو رمضان في مصر لي خصوصية زي ما العالم كله بيتكلم فالخصوصية جاية من عزبة حمادة في المطرية شكراً لكم جميعاً الحقيقة وما اكتفناش بالمصريين بس احنا يعني شعب كريم وعزمنا بقى السفرة اللي موجودين في مصر كان من الحضور مبارح سفير كوريا الجنوبية في القاهرة وكان موجود مع الناس وغنى معهم أغاني رمضان وده كل حاجة موجودة على السفرة ويعني كان مبسوط جداً جداً بالأجواء الرمضانية الموجودة في حي المطرية وقالوا أنه كان سعيد بتلبية الدعوة دي وبوجوده مع المصريين اللي ببساطتهم دايماً بيسعيدوا كل الناس اللي حواليه كمان الحقيقة أنه كان فيه مدونين كتير من صفحات كتير ومن مواقع إلكترونية كتير وده اللي يمكن خلى الموضوع ياخد المساحة الأعلانية والأعلامية الكبيرة اللي حصلت بعد الفطر وثقوا اللقاطات اللي حصلت في الفعالية وثقوا المحبة وثقوا الابتسامات اللي كانت بتتوسع على مائدة الإفطار وده مهم الحقيقة لأنه التوثيق لأحداث زي دي مش بس بيسعد الناس اللي كانت موجودة ده بيسعد الناس حتى اللي محاضرتش الحقيقة بيخلي الواحد كمان يبقى نفسه يحضر اللي يمكن السنة الجاية نشو الله يكون لنا نصيب اشتركوا في القناة